دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى تنفيذ فوري للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية قال جوتارش في كلمته أمام اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأمن البشرية إنه يفكر في مليوني إنسان في غزة لا يتمتعون بالأمن على الإطلاق ويبحثون بشدة عن الحماية من الجوع والمرض والقصف وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة التي قتلت موظفين بمنظمة المركزية العالمية قد رفعت عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في هذا العدوان إلى 196 عاملاً بما في ذلك أكثر من 175 موظفاً في الأمم المتحدة أمام المتحدة المتحدة في هذا العدوان إلى 196 عاملاً ويقومون بموظفاً من 175 موظفاً ترجمة نانسي قنقر